وخلال القمة أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيرالا رامافوزا أن بلاده تسعى لتعزيز التعامل بالعملات المحلية بين دول مجموعة بريكس كما أعرب رئيس جنوب أفريقيا عن قلقه إزاء استخدام المؤسسات المالية العالمية ضمن أدوات الصراع السياسي يتخلقون أيضا من أن الأنظمة المالية والاقتصادية في العالم تستخدم كأدوات للمواجهات والمنافسات الجيوسياسية الاقتصاد العالمي يجب أن يبنى على عدم الارتباط ويجب أن تعمل الأنظمة البنكية ومن دون أي تعطل وأيضا الحوالات المالية ونحن نتخذ الإجراءات المرتبطة بتيارات الاستثمارات ونرى أن هذا الموضوع يجب أن يولى اهتماما أكبر